صباح الخير، اليوم الجمعة 28 تموز يوليو 2023 كيف رح تكون أبراجنا اليوم على زمة الفلك؟ والأمر اليوم صار ببرج القوس أدماري طبعاً انتقال الأمر لبرج القوس بيعطي إنعكاس إيجابي لكل الأبراج بيخلي في نوع من الطاقة الإيجابية بيستفيد منه أكتر شيء الأبراج النارية اللي هي الحمل والأسد والقوس نبدأ مع الحملية اللي اليوم ممكن يسمع بعض الأخبار الجيدة والتطمينات تعرف نهار جيد ونشيط على صعيد العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأشخاص يلي بتحبهم برج الثور بعض التطورات المفاجئة ممكن تأخرك شوي أو بتخليك يمكن تبطئ شوي بالإنجاز اليوم ممكن يحتاجك أحد أفراد العائلة أو بتكون أنت مشغول بحل مشاكل كتير بمجال العائلة خليك حذر بتنقلاتك وبأسفارك برج الجوزاء اليوم بتلاقي وقت لنفسك ولا النشاطات الاجتماعية والترفيهية يلي أنت بتحبها هلأ بتخف وطيرة العمل شوي لحتى تقدر أنت تهتم بتحسين العلاقات وممكن تعتذر لشخص أسأت لإله أو غلطت معه بالفترة السابقة برج السرطان اليوم أنت عم تهتم بشؤونك المهنية وعم بتسارع لأداء المهمات المتوجبة عليك في عندك فرص مالية جيدة وممكن تتلقى بعض العروض يلي ما فيك تقلل لأ بسهولة من ناحية تانية لازم تشارك الآخرين وتتفاعل معهم بشكل أفضل برج الأسد اليوم بترتاح لأنه انتقال الأمر لبرج القوس بيعطيك دعم معنوي كتير كبير وممكن اليوم تستقبل زوار وتلتقي بشخص غاب عنك لفترة طويلة بتتحمس لتغييرات كبيرة بحياتك الشخصية والاجتماعية بس هذا الشيء ممكن بيعني أنك لازم تتخلى عن شيء ما عاد ومفيد بحياتك برج العذراء خفف اليوم من حدة انفعالاتك وحاول أنك تبعد عن كل شيء ممكن سبب لك الغضب أو القلق الفلك بيدقيك لإعادة النظر ببعض الأمور وأنك تتروى قبل ما تبلش بأي مشروع جديد برج الميزان ممكن تتلقى اليوم مساعدة أو دعم بيوصلك بالوقت المناسب بتشعر بنوع من الراحة بعد ما حاصرتك الضغوط باليومين الماضين واجتماعيا بتصير متقلق وحاضر بكل مناسبة أو حدث مهم برج العقرب اليوم تنشغل ببعض الأعمال الضرورية وبيكون تركيزك وجهدك على إتمام مهمة أو عمل معين لازم تعتمد طريقة جديدة بالتعامل مع بعض الأشخاص يلي بتعتبرون عنيدين أو يلي بيصعبوا عليك مهماتك ومساعيك برج القوس انتقال الأمر لعندك اليوم بيحملك الفرح أو على قليل بارتياح عام بتتبدل أراءك ونظرتك لحتى تصير إيجابية أكتر ممكن تستقبل زوار أو بتقوم بسفر أصير وبتزداد حركة التنقلات والعلاقات الاجتماعية برج الجدي انت اليوم عم تتمتع بنشاط وديناميكية عالية وانت حابب تحصل على كل شي وتشارك بكل نشاط أو كل حدث بس الفلك بيدعيك اليوم لحتى تعتدل وانك ما تجازف لأقصى حد ممكن تعرف فرصة جيدة لحتى تسوي بعض الأوضاع المالية العالقة برج الدلو بتخف حدة الضغوط يلي مرت فيها باليومين الماضيين وبتنقلب الكتير من المعطيات والظروف لتصير بمصلحتك اليوم بتنجح بكسب الآخرين لصفك وبتستفيد من شراكة وتعاون جيد سواء بالعمل أو بالحب برج الحوط اليوم انت حركتك عم تكون كتيرة وناشطة وعم تنتقل من مكان لمكان سواء كان هذا الشي برغبة منك أو لا الأعمال والمهمات عم تكون كتيرة اليوم بس انت قادر على اتمامك كليا مع انه هذا الشي رح ياخد وقت وجهت أولود اليوم هو شخص بيتمتع بالكاريزما الناجحة مهنيا بيشتغل بجهد وصبر وما بيترك مشروع أو شغل من دون ما يكمله دائما هذا الشخص بيصادف حز على الصعيد المالي وبيحاول يوفق بين العمل والعائلة ترجمة نانسي قنقر